اشتركوا في القناة جديدة سيكون لها شأن كبير في التاريخ تلك هي مدينة السلام بغداد في مثل هذا التاريخ ستبدأ حقبة جديدة من تاريخ العالم بظهور بغداد ولا أقول ذلك مبالغا في دور هذه المدينة وإنما ألخص هنا ما أضافته بغداد إلى هذا العالم لم تكن مدينة السلام مدينة عادية كسائر المدن كانت بوتقة لحضارات سبقتها وحضارات عاصرتها وتفاعلت معها وتحدتها ونجحت في أن تنقل حضارات الأمم كافة من من احتكت بهذه المدينة إلى العهود التالية متجاوزة من التحديات ما لو تعرضت له مدينة غيرها لربما محيت من الخارطة وذلك سر من أسرار بغداد هذه المدينة استعصت على الفناء رغم عنف ما تعرضت له من تحديات واستطاعت أن تتجاوز من المحن ما لا يتصوره عقل كانت هناك كوارثة داهمة وكانت هناك مجازرة تعرضت لها هذه المدينة وكانت هناك تحديات من كل نوع واستطاعت هذه المدينة أن تتجاوز ذلك بعد كل محنة تتعرض لها وهذا هو السر في بقائها وفي وجودها كانت تبرز مرة أخرى وتستعيد نشاطها وتستعيد حضارتها أو تستعيد بعض حضارتها لكنها بالمهم أنها كانت تستطيع أن تبرز مرة أخرى وتستأنف وجودها نفسه ونعرف أن ملنا أخرى تعرضت إلى بعض ما تعرضت له هذه المدينة فكان نصيبها الفناء وأصبح الناس يعني يتكلمون عنها في الماضي كقصة من قصص الماضي هذه المدينة استطاعت أن تصاول الزمن وتطاوله وبالتالي استطاعت أن تثبت جدارتها في البقاء على وجه هذه الأرض تلك هي بغداد إذن مدينة استثنائية بكل المقاييس قلنا بأن بغداد كانت بوتقة الحضارات السابقة وبوتقة الحضارات التي تفاعلت معها وهذا كلام ليس فيه شيء من المبالغة لأننا نعلم أن تصميم بغداد أصلا كان تصميما فريدا نعم كان هناك مدن مدورة سابقة ولكن الإبداع في هذا التصميم الدقيق الذي استفاد من تجارب بناء المدن وأضاف إليها إلى تلك التجارب هذه الروعة في إتقان العمل في إتقان التخطيط في فكرة المدينة في فلسفة المدينة فلسفة الحياة المدنية بغداد يعني نشأت أو أنشأت من قبل الخليفة أو جعفر المنصور ذلك المؤسس العظيم الذي اختار مكانها بعد أن عرضت عليه أماكن أخرى واقترحت أماكن أخرى ولكنه بفكر حصيف حقيقة وفكر ستراتيجي استطاع أن يكتشف إمكانات هذا المكان لتنشأ عليه هذه المدينة بما نسميه اليوم عبقرية المكان لاحظ أن كل الحضارات التي نشأت في أرض بلاد الرافدين نشأت في هذا المكان أو قريبا منه فهو اختار مجمع النهرين ليكون مركزا لهذه المدينة هذا فكر أثبت صحته تماما هذه المدينة أصبحت في موقعها هذا مجالا لتفاعل حضارات مختلفة وحتى الذين اقترحوا عليه هذا المكان أخبروه بهذا أنه فيك حديث طويل لكن يمكن أن نجمل معناه حينما قالوا له هنا تجتمع مضائع وتجارات الصين مع تجارات الروم مع ما يأتي من الشام بما يأتي من القليج يعني اكتشفوا بسرعة أن هذا الموقع أصلا هو موضوع ممتاز تماما قادر أن يوفر فرصا مهمة لكي تستمر الحياة في هذا المولود الجديد الكائن الجديد والرجل كان بحصافة فكره مستجيب لهذا التقدير وأمر بإنشاء المدينة ومن المؤكد أنه كان يشرف بشكل مباشر على تخطيطها وفضلا عن اختيار مكانها على تخطيطها وعلى سير العمل بها بنفسه ولذا جاء بهذا التخطيط الفريد مدينة مدورة تماما في قلبها أكبر مؤسستين المسجد الجامع حيث يجتمع الناس ومؤسسات الدولة هذه الفكرة نجدها في مدن أخرى ولكنها عبرت عن نفسها تماما بشكل واضح وجلي في اختيار في اختيار أول المؤسسات المهمة في هذه المدينة ثم تقسيم المدينة هذه المدورة إلى قطائع والقطائع تنقسم إلى دروب وإلى محال وتحيط بها الخنادق وفيها أقام مشروعا مهما وضخما لرواء المدينة تزويد المدينة بمياه الشرب من نهر الفرات وليس من نهر دجلة ومشروع آخر يعني نوعا ما أقصر عمرا من دجلة يعني وفر للمدينة مياه الشرب من الفرات ودجلة فانظر إلى هذا التفكير البعيد النظر ثم صمم أسوارها وكان لها سوران وكان لها أبواب محكمة وكانت هناك فصائل يعني ممرات وكانت تسهل على المدافع أن يدافع عنها هذه المدينة ولدت متكاملة ولدت متكاملة لأن هناك خلصفة كانت من بعد من وراء بنائها ولدت متكاملة تتوفر فيها كل عناصر البقاء ولكن سرعان ما أصبحت هذه المدينة قبلة للذين نزحوا إليها وبالتالي لم تعد هذه الأسوار وهذه المساحة كافية لاستعاب هذا العدد الكبير من الذين وفدوا إليها المدينة بدأت مدينة عسكرية حقيقة يعني أشبه أن تكون حصنا عسكريا نعم كانت هناك أسواق وكانت هناك يعني فئات تمتهن مهن مختلفة ولكن بسرعة طغت الجوانب الحضارية على الجوانب العسكرية وكثر أهل الأسواق فيها مما استدعى أن يخرج هذه الأسواق لتنمو من وراء هذه الأسواق مدينة أخرى تماما بل وأحياء بكاملها حتى أصبح البغداد تحتل مساحة كبيرة تزيل بأضعاف عديدة على ما فكر به وصممه الخليفة المنصور كانت هناك من المحال التي نشأت محلات الكرخ طبعا لم تكن الكرخ موجودة أصلا لكن محلات الكرخ ونزلت هذه المحلات إلى الجنوب وكان هناك منطقة الشرقية يعني شرق نهر الصورات وبدأت المدينة تفور بالحيوية والنشاط وتنتد وتتوسع لتشمل أرضا واسعة تشمل وحدات زراعية كانت موجودة دخلت كلها في النشاط الحضري وأصبحت مدينة وفي عصر المنصور نفسه انتقل السكن أو لا أقول انتقل بمعنى غادر الموقع السابق وإنما امتد إلى جانب الشرقي فولدت الرصافة الجناح الشرقي لمدينة بغداد التي أصبحت تعرف بالأعظمية في العهود المتأخرة والرصافة امتدت جنوبا حتى وصلت إلى ما كان يعرف ببستان الزاهر يعني إلى منطقة الكسرة وغير ذلك ثم في القرن الخامس للهجرة نجد بغداد قد امتدت في جانبها الشرقي إلى منطقة باب المعظم وما حوله ثم استمر امتدادها حتى وصلت إلى منطقة واسعة من الجانب الشرقي تمتد إلى من الجانب الشرقي تمتد إلى الباب الشرقي فرسمت بذلك حدود بغداد كما عرفناها في حتى أواخر العهد العثماني وبدايات العهد الوطني إذن لبغداد يعني سر آخر يمكن أن نضيف إلى أسرار وجودها التي سبقا ذكرناه وهي أنه ليست هناك بغداد واحدة كانت هناك بغدادات إذا جازت تعريق مدينة المنصور كانت بغداد الأولى ثم توسعت في الجانب الغربي فولدت منطقة واسعة سكنية هي بغداد الثانية ثم نمت انتقلت إلى الجانب الشرقي وتوسعت أكثر من بغداد واحدة والعجيب أنه كلما فترت فترة النشاط في هذه المدينة نمى في مكان آخر وهذا الذي بدأ للمؤرخي أن هذه المدينة خالدة لا تزول هي بالحقيقة كانت هناك بغداد يعني تفتر أو تتقلص نتيجة لكوارث تتعرض لها ولكنها تستطيع أن تلمو في مكان قريب آخر في نفس المسرح الجغرافي الذي ولدت فيه المدينة هذه حقيقة خاصية نادرة في المدن يعني يتصور كان الناس يتصورون أن بغداد مدينة واحدة وخلاص انشأت في عام كذا 762 واستورت ولكن لا ينتبهون إلى أن هذه المدينة كانت قادرة على كل ما أصابها يعني ما من الكوارث ما يصيب نجدها تستالف حياتها إن لم تكن في ذات المكان ففي مكان آخر قريب وبالتالي نستطيع أن نقول أن هذه المدينة كانت قادرة على أن تجدد شبابها كل ما شابت ولكل مدينة من هذه المدن أسباب نشوء وأسباب أضمحلال يعني لها أسبابها في نشوئها ولها أسبابها في خبوها وأضمحلالها إذن هذا هو يفسر لنا إلى حد كبير سر بقاء هذه المدينة سكان بغداد كانوا يعني ممن وفدوا إليها من أنحاء العراق ومن أنحاء العالم الإسلام وبالتالي استطاعت أن تقيم سلما اجتماعيا في هذه المدينة يعني الكل كانوا في هذه المدينة مواطنون يعملون في كل مجال الحضارة وهذا شيء مهم هذا التعايش بين مختلف الفئات الوافدة والمقيمة تعايش بين أهل الحرف جميعا بين فئات المتنوعة للغاية استطاع هؤلاء أن يتعايشوا في مجتمع واحد ولو لم يتعايشوا لما بقيتوا هذه المدينة لما بقيت مغلا هذه المدن الكبيرة لو لم تكن هناك روابط ووشائج قوية تربط بين أهلها لن تهد لكن هذه المدينة تحقق فيها شيء عظيم من السلم الاجتماعي وهذا سر آخر من أسرار بقائها يعني حينما تستعرض أسماء المحلات تفاجأ بكثرة هذه المحلات وأن أسماءها تدل على الأقوام التي وفدت إليها كيف تعايش الجميع في نسيج واحد كيف استطاعوا أن يتعاونون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية كأنهم يعني كلهم ولدوا في هذه المدينة مع أن هذه المدينة كانت تستقبل من مختلف الفئات ومن مختلف البلاد هذا شيء مهم فعلا لأن هذا التعاون هذا التعايش هو الذي جعل هذه المدينة قبلة للحضارة للحضارة في ذلك العصر كانت يعني المدينة لم تكن تصدر فقط البضائع كانت تصدر القيم كانت يعني تستطيع أن تكون نموذجا لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات المتجانسة في ذلك العصر حتى أن كلمة تبغدد حتى هذا المصطلح أصبح شائعا في العالم الإسلامي تبغدد يعني عاش في مستوى حضار رفيع وبالتالي شاع هذا المصطلح الفريد يعني تبغدد بمعنى تأنق في مأكله في ملبسه كان على مستوى راقل من العيش كان يمثل حضارة حقيقة في ذاته وفي طريقة حياته التبغدد هنا يعني أن هذه المدينة نقلت أو يعني أشعت حقيقة هذه المفاهيم وهذه القيم الحضارية المتقدمة في محيطها بل وفي العالم الإسلامي بشكل عام عرف البغدالي دائما بمستواه الحضاري حتى قيل أن فلان يعني يعني حينما يوصف إنسان بهذه الصفات يقال هذا بغدالي في طبعه بمعنى أنه متحضر كانت بغداد تمثل الحضارة إذن تمثل القيم التي انبثقت من تجانس ومن ومن النشاطات الحيوية التي كانت تمارسها وتقوم بها ولد من كل ذلك مفاهيم متقدمة كانت موضع جاب الجميع حتى كان مصطلح الظرف البغدالي والظرف هنا بمعنى يعني الصفات الحسنة الظرف البغدالي مثل ما قلت فلان ضريف لا نعني بالمعنى المألوف اليوم وإنما بمعنى جنتلمان يعني إنسان مهذب بمعنى الكلمة كانت الحضارة قد صقلت الشخصية البغدالية إذن بغدال لم تكن عبارة عن أسوار ولا عن محلات وإنما هي حضارة قبل كل شيء وبعد كل شيء استطاعت هذه المدينة أن تستقطب أهل النشاطات الاقتصادية المختلفة حتى أننا نلاحظ أن هذه الأحياء التي كان أهل الحرف يقيمون فيها ويعيشون هي نفسهم نفس المحلات التي ظل أهل الحرفة يتوارثون العمل فيها لقرون طويلة يعني بلغ من اعتزاز الإنسان البغدالي أنه لم يغادر هذه المدينة بل الحرفة التي امتهنها في هذا الحي أو ذاك واستمر يعمل في نفس القيم التي كانت تحكم هذه الصنعة قيم الأمانة وجودة الإنتاج وغير ذلك يعني سأضرب لكم أمثلة مثلا محلة الخبازين درب الخبازين اللي هو الباب الآغة الله الباب الآغة مشهور بجولة خبزه من العصر العباسي إلى قبل عقود كانت هناك محلات كثيرة في بغدال مثلا سوق الصباغين درب الصباغين هي نفس منطقة المصبغة لا تزال تحتفظ بأسمائها بل أن حفاظ بغداد على أسمائها على أسماء محلاتها دليل واضح على أن أهل تلك المحلات ظلوا متمسكين بأماكن سكنهم وبمهنهم وبقيم تلك المهنة وبالتالي استطاعوا أن يتجاوزوا كل تلك التحديات واستطاعوا أن ينقلوا خبراتهم من جيل إلى جيل وذلك ما يجيبوا أيضا على السؤال الذي طرحناه في مطلع هذا الحديث حينما قلنا وراء هذه المدينة أسرارا لا يمكن فهمها إلا بفهم تاريخها وفهم بيئتها مما يحسن أن نذكره أن مؤرخا يعني متأخرا في أواخر العهد العثماني أراد أن يفسر سر بقاء هذه المدينة والسر احتفاظ أهلها بروح هذه المدينة فقال أن بغداد كزجاجة العطر صحيح قد ينتهي العطر ولا تبقى ريحة فواحة في زجاجة نفسها تعبير جميل يريد أن يقول أن هناك من الأصالة في هذه المدينة ما يستعصي على الفناء حتى لو يعني تبخرت العطر لسبب ما ولكن المدينة الزجاجة تبقى عطرة بما كان فيها هذا كله يعني ربما يجيب على شطر من هذا السؤال أو على أكثر السؤال الذي تكلمنا عنه واجهة بغداد لم تكن أيامها كلها عراسا أكيد واجهت قلنا تحديات الاحتلال المغولي الاحتلال التيموري الاحتلال القبائل مختلفة يعني بعد السقوط بغداد على يد المغول أصبحت المدينة مفتوحة للغزاة يعني ولكنها استطاعت أن تتحدى كل هذه التحديات أو هذه المتاعب حقيقة وأن تستأنف نشاطها التقافي والعلمي في كثير من الأحيان كانت المدن حينما تداهم أول ما تخسره هي الحياة العلمية يعني أولئك الطلبة والعلماء يشردون وبالتالي تقفل المدارس أبوا ولكن من العجيب أن هذه المدينة حافظت على مدارزها وعلى مراكزها العلمية جيلاً بعد جيل وقرناً بعد قرن سأقول لكم شيئاً حينما قبل أن تسقط بغداد بيد المغول أو تحتل من قبل بغداد سبعة وثلاثين مدرسة ما حدث بعد أن احتلت المدينة واستبيحت لأربعين يوماً وإلى غير ذلك بعد حين تعود هذه المدارس فتستأنف نشاطها بعلمائها وبطلبتها والذين ذهبوا جاء غيرهم فاحتلوا مقاعد أولئك الذين ذهبوا وتعود هذه المدارس تستأنف نشاطها من جديد من سبعة وثلاثين مدرسة كانت هناك ستة وثلاثين ماذا بس يعني هذا شيء عجيب يعني استعادت المدارس نشاطها طبعاً هذه المدرسة التي فقدت لأنها استخدمت كموقع عسكري للمغول وأما باقي المدارس فكلها استأنفت نشاطها وتقاليدها العلمية وعادت حركة العلم إلى حد ما نشطة في هذه المدينة ذلك أمر غريب ويتكرر في كل احتلال وفي كل أزمة تعود هذه المدارس لتستعيد نشاطها وتستعيد حيويتها إلى حد كبير نعم حدث في في احتلالات ما كان يعني يمكن نصفه بأنه كارثي يعني في الاحتلال التيموري الاحتلال تيمور لينج في نهاية يعني القرن الثامن أصبحت بغداد أطلال يعني في جوانب منها حتى أن مؤرخاً هو الغياثي عبدالله بن فتح الله الغياثي البغدادي وكان معاصراً تقريباً لهذا الحدث أراد أن يجد مصطلحاً يعبر فيه عما أصاب بغداد يعني أن يستخدم كلمة احتلال لا والله الذي حدث أدهى وأمر استيلاء سيطرة وجد أن كل هذه التعابير لا تكفي للتعبير عما أصاب بغداد من داهية على يد تيمو بلينج فاستخدم تعبيراً غريباً قال قصة وهو يتكلم عما فعله تيمو بلينج قصة قتل بغداد كأن بغداد لها روح و وذهبت هذه قصة قتل بغداد كأنه إنسان يقتل كان هذا يعبر عما أصاب بغداد في زمانه ومع ذلك ومع ذلك بعد حين نجد أن بعض المدارس تستعيد وتفتح أبوابها واحدة منها المدرسة المستنصرية ربما بعض الناس يتصورون أن المدرسة المستنصرية غلقت أبوابها بعد الاحتلال المغولي مع أن هذه المدرسة ظلت تستألف نشاطها مشتازة الاحتلال المغولي والقرقوين والآقوين لو أسباء ما أنزل الله بها من سلطان بن المحتلين والتيموري فاتح أبوابها إلى ما بعد الألف للهجرة خلاصة القول أننا نحن الآن ونحن نحتفي بذكرى بغداد نستذكر عظمة هذه المدينة أصالة هذه المدينة قدرتها على تجاوز المحن قدرتها على الإشعاع التقافي ونحن نرجو حقيقة أن تتعلم يتعلم البغداديون اليوم ما تلك الدروس التي يعني عاشها وعناها أسلافهم وتستعيد بغداد نشاطها وقيمتها وقيمها أيضا في هذا العصر وما يليه إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة